برونو سافيو وانا ليه وقفة مع سافيو الحقيقة واعتقد انه معظم جماهير النادي الاهلي بداية راضية بشكل كبير جدا ومتطمنة بشكل كبير عن العرض ونالنتيجة اللي قدمها الاهلي مبارح برونو سافيو الحقيقة ما اختلفش على اتنين برونو سافيو كله قال انه لعيب امكانياته كويسة جدا فنيا ومهاريا ويمكن الناس عجبها اللمسات والطرقصات الكرة اللي قدمها برونو سافيو مبارح لكن انا كمان لفت نظري بشكل كبير جدا انه لعيب زاكي جدا 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 في التحرك بدون كور واحدة من اهم المميزات اللي تحتاجها في لعيب بيلعب في نمرة عشرة او بيلعب على الاطراف بيقدر يتحرك بين الخطوط بمنتهى ويمكن اللقطة دي تحديدا اشار لها داركونوفيتش الموديل الفني لفريق المنستيري وقال الحقيقة انه فوجئ الحقيقة بالقدرات الخاصة ببرونو سافيو اللي مش بس مرتبطة بفكرة المروغة والباس والقدرة على التواجد في مناطق مؤثرة جوا ومنطقة الجزاء كان ليه واحدة قريبة جدا جدا في شرط الاولين كانت ممكن تنتهي بهدف ضربة راس لكن في النهاية مش بس وده اللي بنستنى دايما من محللين الفنيين يعني احنا عاملين استوديوهات تحليلية وجايبين محللين فنيين وان كانت القاعدة في مصر بتقول انه مش كل العيب كرة نجح او كل العيب كرة مشهور يصلح ان هو يكون محلل فني او يصلح ان هو يكون موزيع تليفزيون القصة هنا مختلفة تماما او يصلح ان هو يكون مدير فني مش بالضرورة يعني مش قاعدة وعندنا امثلة عادة كتير لكن انه تتحول الحقيقة في واحدة من استوديوهات التحليلية للمباراة لتحول تحليل الاداء او تحليل المستوى الفني لفكرة تنمر وهجوم ومش هبالغ لو قلت وعنصرية ضد اللاعب بيظهر مع النادي الاهلي لأول مرة ده اللي بعتقد انه مش مقبول على الاطلاق واعتقد انه في اي دولة متقدمة في اي دولة متقدمة لو ظهرت عبارات التنمر والعنصرية اللي تقالت مبارح على برونو سافيو وتشبيهه بشكل سيء جدا بحيوان بالقرد تحديدا نصا يعني زي ما تقال وانه مش عالف قصة الموز ومش الموز اعتقد انه كان صدر قرار فاوري بوقف البرنامج ووقف المسؤولين عن البرنامج ده او اللي ظهروا على شاشة البرنامج ده من الظهور احنا بنتكلم يا جماعة على القصة ملاهاش علاقة لا بالاهلي ولا ليها علاقة بكرت القدم ولا ليها علاقة ببرونو سافيو القصة قصة عدم تقدير لحجم المسؤولية يا جماعة احنا بنتكلم نهاردة على انه العالم كله وكرت القدم بالتحديد واحدة من اهم رياضات اللي بتكافح العنصرية في كل مكان ازاي تقال وما عنديش منع على الاطلاق انك انت وانت بتحلل اداء ببرونو سافيو تجيبه الارض تجيبه الارض تقول لعيب سيء تقول ما عندوش خدر على التحرك تقول ما مفتقد اللمسة النهائية ما عندوش مهار ما عندوش سرعة ما عندوش ليهاقة قول زي ما انت عايز تقول لكنك انت تشبهه او تصفه بحيوان دي قمة العنصرية وقمة التنمى وهنسوف الحقيقة في الايام الجاية هل من مفترض ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ياخد قرار الهيئة الوطنية الاعلام هيكون لها دور هل القائمين على المحطة نفسها او القائمين على برنامج نفسه هيكونوا اصحاب قرار اعتقد ان فيه تجاوز كبير حصل فيه حق لاعب كرة يجب انه يكون لي عقوب